انطلقت عملية القبول الالكتروني بجامعة جازان حيث شهد اليوم الأول تسجيل أكثر من 9000 طالب وطالبة وكذلك اعتمدت الجامعة نظام المسارات في القبول لعدد من التخصصات الصحية للحديث أكثر مشاهدين ينضم إلينا من جامعة جازان مراسلنا حسن غزواني أهلا بك حسن مساء الخير مساء الخير أحمد مساء الخير السادة المشاهدين ومشاهدات في كل مكان نحن نتواجد الآن في جامعة جازان حيث انطلقت يوم أمس عملية القبول الالكتروني لطلاب وطالبات الجامعة وشهد اليوم الأول كما ذكرت قبول تسجيل 9000 طالب وطالبة عبر البوابة الالكترونية للقبول والتسجيل بالجامعة الحديث أكثر عن آلية القبول والتسجيل في الجامعة سروني أن يكونوا معي الدكتور أحمد فقيهي عميد القبول والتسجيل في جامعة جازان دكتور أحمد رحب بك عبر الشاشة القرى الخباري بدي أن تعطينا لمحة عن آلية القبول والتسجيل ما الجديد فيها هذا العام بسم الله الرحمن الرحيم أشكر لكم الاستضافة بدون شك عملت جامعة جازان خلال الأعوام السابقة وهذا العام على إعداد منظومة إلكترونية متكاملة لاستقبال طلبات القبول في الجامعة حيث يتم التقديم إلكترونيا دون حاجة الطالب أو الطالبة لمراجعة عمادة القبول والتسجيل أو إرسال أي مستندات الجامعة كذلك وفرت وعبر بوابة القبول الإلكترونية جميع الأدلة والتعليمات والمعلومات التي من شأنها أن تعين الطالب على تقديم الطلب بكل يسر وسهولة كما وجه معالي رئيس جامعة جازان بتسخير كافة الإمكانيات البشرية والتقنية من أجل مساعدة الطلبة وتوفير الدعم اللازم لهم لإتمام عمليات التسجيل في الجامعة الجامعة توفر الدعم الفني على مدار الساعة لكل الطلاب كل ما نتمنى من جميع الطلبة هو الحرص على الالتزام بالمواعيد سواء في تقديم الطلبات أو حتى في المرحلة اللاحقة وهي مرحلة تأكيد فيما يخص المسارات والجديد في هذا الشر تبنت الجامعة في قبول هذا العام المسار أو مسار الكليات الصحية كان المتبع في العوام السابقة هو القبول المباشر على التخصص لكن هذا العام سيكون هناك مسار للكليات الصحية في جيزان حيث سيدرس الطالب فصلين دراسيين بعد الانتهاء وإتمام كامل القطة الدراسية سيكون هناك عملية تخصيص على الكليات لدينا كلية الطب، طب الأسنان، الصيدلة، كلية التمريض، العلوم الطبية التطبيقية وكلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة هناك مزايا عديدة جدا للنظام المسار حيث سيعطي الطالب فرصة للتعرف على الكليات وعلى التخصصات والدراسة في البيئة الجامعية قبل أن يقوم باختيار التخصص بعد أن ينهي السنة الأولى الجامعة حريصة على أن يكون الطالب لديها القدرة على اختيار التخصص المناسب وبالتالي ترشيد لعملية القبول، ترشيد لعملية التحويل الطالب سينال الإرشاد اللازم خلال السنة الأولى في المجمل نتمنى أن يحرص الطالب على ترتيب رغباته بشكل جيد سواء في المسارات أو التخصصات الأخرى حيث مطلوب من الطالب أن يدخل ثلاثين رغبة الرغبة الأولى هي الأكثر الرغبة رقم ثلاثين على سبيل المثال هي الأقل سيتم إجراء جميع عمليات القبول بشكل إلكتروني المرحلة تأكيد القبول هي مرحلة أساسية في الإجراءات لا بد للطالب أن لا يكتفي فقط بتقديم الطلب وإنما أيضا بإتمام جميع المراحل شكرا دكتور العفو إذن أحمد هذا حديث للدكتور أحمد فقيه عميد القبول والتسجيل في جامعة جازان متحدثا عن آلية القبول والتسجيل في الجامعة والجديد فيما يخص نظام المسارات الذي استحدث هذا العام في جامعة جازان فيما يخص التخصصات الصحية ترجمة نانسي قنقر